إذا بقيت إدارة بايدن تسير في العمل العسكري الحالي بمعنى أنه عندما تضرب سفينة أو يقصف موقع تتواجد في القوات الأمريكية تقوم الولايات المتحدة بضرب هذه الأماكن إذا بقيت السياسة كما هي لا تستبعد أن تقوم القوات الحوثية بضرب مواقع مهمة استراتيجيا للولايات المتحدة طالما أن الرأس المدبر لكل هذه المشاكل في الشرق الأوسط هي إيران طالما أن إدارة بايدن ليس لديها الإدارة للقيام بعمل عسكري ضد إيران وإنما تقوم بعمل نسميه بالإنجليزي تيت فوريتات يعني تضربني ثم أضربك أنا كمان تقوم القوات الحوثية بضرب السفن نقوم بضرب الحوثيين تقوم الفصائل المقاومة في العراق بضرب مواقع للجيش الأمريكي في سوريا والعراق ثم نضربهم هذه سياسة بايدن إذا بقيت السياسة كما هي في الوقت الحاضر لا أستبعد بأن يكون هناك ردود فعل إن كان من قبل الحوثيين أو من قبل فصائل المقاومة وحزب الله تقريبا كل يوم له مناوشات عسكرية مع إسرائيل هذه سياسة خاطئة يجب أن تذهب إلى المركز الذي تتخذ فيه هذه القرارات المركز هو طهران بإمكان الرئيس بايدن أن يتخذ إجراءات حتى بدون ضرب إيران لأنه سمح لإيران بتصدير النفط بحدود ثلاث ملايين ونصف البرميل في اليوم الواحد هذا يعطيها بحدود مليار ونصف المليار في الأسبوع دخل عندما كان ترامب في البيت الأبيض لم تتمكن إيران من تصدير أكثر من أربعمائة ألف برميل فقط أربعمائة ألف برميل وعندما هددت أو قامت إيران أو فصائل إيرانية بقتل جندي أمريكي ماذا فعل الرئيس ترامب؟ متعاقد في الحقيقة قرر القضاء على قاسم السليماني وانتهت المشكلة